لم يترك الفساد الحكومي بابا في العراق إلا وطرقه ولم يستثني هذا الفساد أهم الجوانب التي تمس حياة المواطن مباشرة وهو الجانب الصحي 30% فقط من الأدوية الموجودة في صيدليات العراق صالحة للاستهلاك أما الأدوية الأخرى فهي على الأغلب مزيفة أو منتهية الصلاحية هذا ما كشفه معهد تشاشام هاوس البريطاني في تقريره الجديد الذي صلت الضوء على فساد الجانب الطبي في العراق ووفق التقرير فإن منظومة الفساد هذه تحقق أرباحا سنوية تعدل 5% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق وتقدر بنحو 7 مليارات دولار بحسب معلومات حصل عليها المعهد من مسؤولين حكومين وأضاف معد تشاتام هاوس أن وزارات النقل والداخلية والمالية والتغطيط مشتركة في سمسرة عقود وترخيص بالنيابة عن الأحزاب وأصفقات توريد أدوية من شركات غير مسجلة أو استيراد أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة التي بدورها تضم موظفين تابعين لأحزاب سياسية متنفدة ومليشيات مسلحة يسهلون عملية إدخال الأدوية الفاسدة عبر دفع الرشاة وعرض المعهد في أثناء تقريره بشكل مفصل رحلة الفساد التي تمر بها شحنات الأدوية من ميناء الفاو وصولا إلى بغدهد حيث تفرض نقاط تفتيش تابعة للميشيات رسوما تصل إلى ألف دولار على كل شاحنة صغيرة محملة بالأدوية في حلقة نهب وفساد مغلقة وتطرق المعهد البريطاني إلى دور بعض الأطباء والصيادلة فمع أنهم ليسوا أطرافا في أحزاب سياسية لكنهم بحسب التقرير يلتزمون الصمت عن حقيقة مصدر وفعالية الدواء الذي يزور تاريخ صلاحيته مقابل محفزات وهدايا ولم تكتفل أحزاب الحاكمة بنشر الموت البطئ داخل العراق فحسب إذ خلص المعهد إلى أن طريق تجارة الأدوية القاتلة من البصرة إلى بغداد يمتد إلى موراء الحدود العراقية إذ غالبا ما ترسل بعض شحنات الدواء إلى سوريا ولبنان حيث يودع المسؤولون الفاسدون أرباحها في حسابات المصرفية في بيروت ومدن أخرى